التعاون عاوزك انت وزوجتك تبقوا متعاونين في البيت في رمضان تعاون في العبادة تعاون في قراءة القرآن تعاون في صلاة التراويح تعاون في الدعاء تعاون في الأذكار تعاون في إعداد الإفطار تعاون كده كل ده تتعاون فيه آه تتعاون فيه اللي انت عاوز تعمله زوجتك هي كمان عاوز تعمله فكن حريصا على وقتها كما أنت حريص على وقتك لو احنا وانا مسألة القرآن شجع زوجتك انه تقرأ ورده وانت شجعي زوجك انه يقرأ ورده نشجع بعض ونتنافس ما أجمل التنافس في طاعة الله نتنافس ايه في قراءة القرآن انت قرأت النهاردة قدي جزء لا انا سبقاك طب انت قرأت النهاردة قدي لا ده انا سبقك ده انا قرب تخدم وهكذا حاجة حلوة هو ده التنافس الحلو اللي يرضى ربنا ويرضى سيدنا النبي عشان النبي ما يشتكيش يوم القيامة ربنا يقول وقال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا مستشن رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تمام نتعاون في قراءة القرآن انا اشجع زوجي وزوجي شجعني نتعاون في الدعاء هقول ده دلوقتي نتعاون في قيام الليل نتعاون في امور البيت واعداد الفطور التعاون في قراءة القرآن احنا قلنا وبعدين نكتهد بقى انه ايه هي تقول لنا هاقتم السنة دي الختمة ولا هاقتم ختمتين هي تسمع كده لا باش احسن مني هاقتم انا ثلاث ختمات طب انا هاقتم اربعة التنفس ده حل كان سفيان الثوري اذا دخل رمضان ترك جميع الاعمال واقبل على قراءة القرآن العبادة المميزة في رمضان قراءة القرآن محمد بن اسماعيل من البخاري كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة الله الله كل يوم ختمة في رمضان ايه يعني كم ختمة في اخر الشهر تلاتين ختمة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالي بختمة تاني يبقى بيقرأ القرآن كله كامل كل يوم في النهار بالليل بعد ما بيصلى التراويح بيصلى تهجد بيختم القرآن في التهجد بتاعه كل ثلاث ليالي بيختم ختمة يعني تلاتين بالنهار وكل ثلاث ليالي يعني في الشهر كله عشر ايه تمام مجاهد كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة قتادة كان يختم القرآن كل سبعة ايام فاذا جاء رمضان يعني في العاد في العاد بتاع سيدنا قتادة يختم القرآن كل سبعة ايام لما يقى رمضان يختم كل ثلاث يام مرة فاذا دخلت العشر يختم كل ليلة الله ابراهيم النخي كان الاسود يقول كان الاسود يختم القرآن في رمضان كل ليلتين ايه رأيكم نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده اللي عاوز يعمل هيعمل اللي عاوز يعمل هيقدر يعمل اللي حيستسلم ويقول أصل وفصل والوقت والبيت والمطخ والعيال والشغل لا